عادةً ده من قبل الصيام هو مريض بس كان يعني نقول الصيام فضحه زي اللي عنده جرثومة معدة الصيام يفضحه بمعنى؟ ما يقعد مدة ما يكلش المعدة فيها التهاب من الجرثوم يزيد شوي يوم يتنفخ بس انتفاخ البطل كتير جداً بيبقى فيسيولوجي يعني المدخن زي ما بياخد نفس كده يدخلوا على رئته عشان يبوز رئته يدخل جزء على معده أنا عايز أعمل محرك حلقة خاصة عن تدخين ياريت نسع عن تدخين لأن حرام اللي بيحصل ده طبعاً فبيدخل في بطنه غاز الدخان فبيبقى بطنه مليان غاز وبالتالي يحس بانتفاخ عشان كده حركة تلاقي مراحظة جميلة جداً أما يبطل سجاير يدخن لأن الغاز اللي في المعدة راح فمعدته بقت تستقبل أكله كله الأول كان بياخد تستقبل جزء لأن الغاز واخد الجزء التاني زي بالضبط هم نحط بلونة الواحد في معدته عشان يخس لأخواننا المدخنين أحنا بقى مجاهز السجارة ولا الشيشة مع الفطار يا دكتور يعني ممكن ما يفطرش يشرب شوية مية ويفطر على السجارة كارثة كارثة أعمل الحرك حلقة عن التدخين إن شاء الله وحنتكلم بالعلم بقى طيب مش بالعطف ترجمة نانسي قنقر